حقيقة يعني الاعلام اصبح فيه مضاف احنا الاول كان عندنا وسائل اعلام زي ما اتكلمت مبارح هي التلفزيون والراديو والصحافة وضيف نوع جديد جدا وهو الاعلام الحر اعلام لكل مواطن كل مواطن له اعلام فين الاعلام بتاعه على الانترنت على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى الانستجرام يعني انت تدخل على الانستجرام تلاقي فنانين ادام بيكسبوا من وراء القصة دي فهمش لقين شغل كبروا بقى في السن فاتلا يوم طلعين قاعدين يقولوا نكت واللي قاعدين يرقصهم واللي بيغنهم الناس بتتفرق هما لهم حسابات الناس بترفع فلوس في الفرجة دي من خلال الانستجرام هما اخر الشهر بيقبضوا فعملوا لنفسهم اعلام خاص تدخل على تويتر تلاقي كل واحد له رأي بيكتبوا حريت القراءة تدخل على الفيسبوك تلاقي نفس النظام اللي بيشار قرآن واللي بيشار اغاني واللي زعلان من مراته فبكتب بوست واللي محتاج شغالة فبكتب واللي محتاج كهربائي فاصبح هناك اعلام لكل مواطن لما نيجي نعمل عملية الوزن نعمل ميزان ما بين وافد اعلامي جديد وما بين وسائل اعلامية عتيقة هنضم لها السينما والمصرح والمسلسلات لابد ان يكون هناك توازن ما ينفعش اقفل على الوسائل الالامية العتيقة اللي هي القديمة زي التلفزيون والراديو والسينما والمصرح اقفل عليهم بينما الوافد الجديد اللي هو اعلام لكل مواطن حر ده بيؤدي الى مشاكل كتير جدا لان المواطن بالنسباله العربي دول العالم التالت والمواطنين العرب والمصريين بالنسبالهم الوافد الجديد ده عامل زي الغربال الجديد اللي له شدة بيقودهم مهتمين بيه لوقت من الاوقات وبعد كده بيفقد شدته او بيفقد روناقه الجديد فما ينفعش انا اقفل بالضب والمفتاح زي بنقول عندنا في البلد على الاعلام العتيق القديم الناس متعودة عليه وعرفاه اللي هو الصحافة والازاعة والتلفزيون وهناك باب مفتوح على مصر عايز بشبابيك بببانه بخرومه لان زي ما اتفقنا هو بيمثل اعلام لكل مواطن كل مواطن لا يمتلك مصدر الحقيقة ما عندوش معلوم رجال الاعلام اللي هما بيشتغلوا في الصحافة والازاعة والتلفزيون ناس اتدربت ناس اتعلمت ناس فهمت يعنيه معلومات فهمت يعنيه اخبار فهمت يعنيه تزحيه فهمت يعنيه تتكلم في ايه حتى لا تضر المجتمع لان الاعلام ده له سلاحين اتنين سلاح نافع للمجتمع وسلاح ضار للمجتمع لما يبقى فيه ناس متوفر لها وسيلة اعلام حرة وهي غير مدربة على استخدامها فمن السهل جدا انها تضر بها المجتمع وده اللي حصل عندنا من خلال الفيسبوك والانترنتي وتوتري والانستجرامي في الدول العربية اصبح استخدامه دون علم او تدريب لان نلاحظ حاجة مهمة جدا ان انت خارج من مجتمع تعليمي تعليم يعني ضعيف فما عندكش ثقافة التعامل في هذا المجال بصفة عامة في اوروبا التعليم وفي امريكا وفي الصين وفي كل هذه الدول التي تقدمت والتي احنا نفسنا نبقى زي التعليم التعليم كيفي كيفية تعليمك ازاي اعلمك ازاي اخليك تفهم ازاي تفهم ما هي طبيعة الاشياء يعني اساس الاشياء طبيعة الاشياء انما احنا عندنا هنا التعليم في الوطن العربي وفي مصر تعليم كامي احفظي قال احفظي قال اخليك ترنجح يقضي اخل السنة بعد ما بتخلص السنة بتنسى انت خدت ايه فيتحول التعليم اللي المفروض خمسين في المئة منه ثقافة الى هوى في اوروبا وفي امريكا وفي الصين وفي كل الدول اللي تقدمت اندونيسيا ماليزيا الى اخيره هنج كونج كل هذه الدول التعليم عندها بيكسبها الثقافة ممكن تكون ثقافة مجتمعية يعني على قد المجتمع اللي هو في تبقى ثقافته منحاصرة في مجتمع وده هدف من الاهداف للسياسات وللحكم احنا ما عندناش الكلام احنا عندنا حفظ فشيء طبيعي ان هذا المنتج علشان بناء المجتمعات زي ما احنا اتفقناه بيقوم على الاسرة والتعليم والاعلام والامن والاقتصاد والدين في الدول الشرق بتضيف الدين في الغرب مش موجود الخمسة دول بس يعني بناء المجتمعات الغربية قائم على الاسرة والتعليم والاعلام والاقتصاد والامن في المجتمعات الشرقية بتزود احد الاعمدة في التنشئة الاجتماعية وهي الدين نظرا لان المجتمعات الشرقية لديها العواطف الدينية فالنهار ده حضرتك لما تخرج من مجتمع التنشئة الاجتماعية فيه تراجعت من خلال تنشئة الاسرة رجعت الورد من خلال تعليم رجع الورد تفاجأ باعلام حر بقا اعلام لكل مواطن بقا عندك مسكته في ايدك ووصل لغاية باب بيتك لم تسعى اليه هتعمل بيه عامل زي السلاح ما يكون واحد عنده سلاح وما بعرفش يستخدمه يؤمه موت نفسه نفس المثل بالذات ولكن ترجمة نانسي قنقر